بعد خمس سنوات من سيطرتهم الكاملة على البلاد سرب الحوثيون قرارا جديدا يحمل توقيع رئيس المجلس السياسي الذي يحكمون باسمه البلاد بشأن لائحة قانون الزكاة وبالرغم من أن القرار المسرب يحمل تاريخا قديما إلا أن كل المواقع الإخبارية ووسائل أعلام الميليشيا قد خلت من الإشارة إلى هذه اللائحة التي أثارت غضب الكثير بسبب احتوائها على تمييز عرقي في مصارف ما يسمى بزكاة الركاز بعد تخصيص عشرين بالمئة منها لفئة الهاشميين وإدخال ثروات هائلة في مواردها منها الصيد البحري والمياه الجوفية والمعادن والنفط والآثار اللائحة المسربة لم تعتمد بشكل رسمي حتى الآن إلا أنها لا تبتعد كثيرا عن السياق العنصري الذي تعتمد عليه ميليشيا الحوثي في تقسيم المجتمع على أسس عرقية وطائفية بما يخدم مشروع بقائها الذي يعتمد على الصراع ويزدهر في الفوضى والانقسامات بعد سيطرتهم على صنعاء اتجه الحوثيون نحو تنويع مصادر دخل الجماعة ابتداء من النهب المباشر لبعض المؤسسات التجارية والعقارات المملوكة لخصومهم أو للدولة مرورا بالمصادر التي خلقها اقتصاد الحرب من فوارد أسعار الغاز المنزلي ونقاط الجمارك الداخلية والأتوات المفروضة على تجار الجملة وجمع التبرعات من المنازل والمساجد وفي العام 2018 أنشأ الحوثيون هيئة للزكاة وعينوا لرئاستها والعمل فيها كوادر تابعة للميليشيا ومنذ ذلك الحين تمارس هذه الهيئة عملية نهب منظم متصاعد للتجار لدرجة رفع مبالغ الزكاة في بعض المناطق لخمسة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي وثيقة الحوثيين المسربة بشأن لائحة قانون الزكاة تؤكد الواقع الملموس الذي يشير إلى أن الجماعة الغارقة في خرافات الماضي لا يمكنها أن تكتفي بالخمس بعد أن تمكنت من السيطرة على كامل البلاد بثرواتها وموقعها وقرارها السياسي وبالتالي فلا معنى للحديث عن موارد الزكاة ومصارفها بينما تمضي الجماعة في طريق اختطاف البلد والسيطرة على مستقبل أبنائها لأطول وقت ممكن والأخطر من ذلك هو تشريعها لقوانين تمييزية عنصرية تسبب مزيدا من الصراعات الاستماعية وتطيب أهد الحب